هدافة الاول تم استهدافة صباح اليوم بغارة جوية من مقاتلات السلاح الجوي الليبي وهو يشمل عمليات مجموعات مصرات البنية المرصوص هنا اقصد البنية المرصوص المتطرفة بعد ذلك في نفس اللحظة هناك طائرات استهدفت معسك او غرفة عمليات لتنظيم القاعدة في هذه المنطقة كذلك في الايام الماضية استهدفنا عدة اماكن وتماقزات في عدة مواقع في شارق طرابلس هذا الهدف تم استهدافة هدف اقم واحد كذلك الهدف رقم اثنين مقر لكتيبة مخزن ذخيرة وكذلك الهدف الثالث كان بالقرب او شرق من منطقة العزازية تجمع لسيارات وعليات مسلحة الهدف الرابع كان شمال منطقة السواني هذه العمليات لازالت مستمرة ولازالت قواتنا جوية تقوم بتدمير القدرة القتالية للمجموعات المسلحة هذه العمليات تستهدف مخازن الأسلحة الذخائر تجمعات الأليات والرهابيين وغرف العمليات وغرف العمليات الليل البالحة هناك قصف كبير جدا سنعرض منه الآن بعض وتشوفوا الآن كذلك في هذه الفيديوات نحنا نعرض هذا الفيديو لأنه فيه ثقة كبيرة جدا من شفافة ترابلس وكذلك هناك فرحة من هذا ترابلس لقصف هذه المعسكرات وهذه التمركزات المعادية هذا القصف الليل البالحة هذا هو الصاروخ وكذلك يمكنك أن ترى المسل فرحة الشباب فرحة أهالي ترابلس في هذا القصف وكذلك يمكنك أن ترى المحاولة بشكل جيد وكذلك يمكنك أن ترى المحاولة في هذه المعادية هدف الثاني هذه نحتفظات نازحة حقيقة سنعرض هذا الفيديو من جديد لأن هذا الفيديو مهم جدا ان يارف كل مواطن مدى قبول اهل طرابس بغربات جماعات رهابية كما اليوم جاء تأكيد من العدو شخصيا ان الطرابات دقيقة جدا فباشاغا في تولس اليوم يتحدث من الطرابات صحفي ان الضربات دقيقة جدا ضربات موجعة ولكن ليس للليبيين بل للجماعات الارهابية التي تقاتل في طرابس هذه الضربات التي كانت للبارحة ستستمر حتى انتهاء العمليات العسكرية هذه البارحة استهداف مقرات رئيسية مخازن اسلحة رئيسية ضخاير بكميات كبيرة جدا تم تدنيها في العسكر اليارموك نحن في طرابلس نقاتل في تنظيم القاعدة المصنف امميا واقليميا وعربيا انه تنظيما ارهابيا نقاتل في تنظيم داعش الارهابي نقاتل في جماعة الاخوان الارهابية المتاسلمة هناك دول انضمت اليوم بشكل صريح امام العالم الى هذه الحرب مثل قطر وتركيا تركيا نفتح اليوم ملف لتركيا لنربط العلاقة ما بين الارهاب في ليبيا وتركيا وحقيقة الارهاب في ليبيا بل الارهاب في تونس الارهاب في مصر الارهاب في الخليج الارهاب في كل المنطقة العربية حتى في اوروبا بتركيا هنا سأتحدث الان باسم الانسانية وباسم الشعوب والمتضرر من الارهاب تركيا بعد رفض انضمامها للاتحاد الاوروبي وبدأت تبحث على مكانة دولية فرجعت الى العالم الاسلامي وتبنت الجناح الخاصر وهم الاخوان المسلمين و هذا النهش خطير جدا ليس على العرب والمسلمين بس هو خطير على اوروبا التي رفض انضمام تركيا لاتحاد الاوروبي اوروبا تعرضت لحملة تجنيد كبير هدا في داعش والقاعدة عن طريق عملاء اتراك المخابرات التركية وعن طريق الاعلام التركي تم تجنيدهم لسوريا وللعراق انتهى الان في سوريا وفي العراق وليبيا باذن الله قريبا الاوروبيين المجندين سيعودون الى اوروبا جودا لاردغان واليوم سنضع بعض الوصائق المصربة عن الاتراك هي ما تتحدث امام الرأي العام المحلي والدولي لان هذا المنطقة لهذه الوصائق مهمة جدا قد عرضنا في السابق ولما تعرض لها بشكل وسع هذه عن الموقع الميادين على الانترنت وهي وثيقة سرية تكشف نقل الاستخبارات تركية ارهابيين لسوريا في عام 2014 وصائق سرية نشرها موقع نوردك منتر تكشف نقلت سرا مقاتلين جهاديين عبر الحدود التركية السورية في عام 2014 وذلك لتأثير على الحرف في سوريا كشفت وفايق سرية حصل عليها موقع نوردك منتر ان وكالة الاستخبارات التركية نقلت سرا مقاتلين جهاديين عبر الحدود التركية السورية وذلك التأثير على الحرب في سوريا وتحدث الموقع عن ان العملية السورية تمت في اربع عوام تم تكشف عنها عندما تم استدعاء وحدات الشرطة التركية المحلية للبحث عن حافلتين تستخدمان في نقل المقاتلين الجهاديين المسلحين من نقطة على الحدود السورية الى نقطة اخرى مجلوانا بي